السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اهلا وسهلا بكم في قناة الصحة والمطبخ النهاردة معنا فيديو جديد عن هل يخطئ اختبار الحمل بالدم قبل الدورة بيومين ام لا يعتبر اختبار الدم الاكثر دقة لان هرمون الحمل يظهر في الدم بعد التلقيح بثلاثة ايام وقبل قدوم موعد الدورة الشهرية بينما لا يظهر في البول الا بعد سبع ايام ومع ذلك ايضا فقد يحدث تلقيح البويضة متأخرا فلا يظهر الحمل قبل تأخر دورتك الشهرية عن موعدها المتوقع وقد تجرب السيدات اجراء اختبار الحمل بالدم قبل سلاسة ايام من موعد الدورة المتوقع فتظهر النتيجة سلبية بينما يكون الحمل قد بدأ ومع هذا فان اختبار الحمل بالدم هو الاكثر دقة والتي يتأكد منها الطبيب دائما من حدوث الحمل فالخلاصة اذا اردت اجراء اختبار الحمل بالدم قبل الدورة بيومين فغالبا سوف يعطي نتيجة دقيقة وصحيحة ان شاء الله وبنسبة بسيطة جدا قد يعطي نتيجة غير حقيقية ومن هنا فالافضل الانتظار الى قدوم موعد دوراتك الشهرية المتوقعة او فوات هذا الموعد لاجراء اختبار الحمل بالدم ليعطي نتيجة اكثر دقة واكثر موسوقية لك او للطبيب في نهاية الفيديو ننوه ان المعلومات المذكورة في هذا الفيديو لا تقني ابدا عن زيارة الطبيب وللمزيد من المعلومات حول هذا الموضوع يمكنكم الرجوع لمزر هذه المعلومات في وصف الفيديو في نهاية الفيديو لا اعجابكم ياريت ادعونوا لك وكومنت واشترا الفيديو مع اصدقائكم وتنتظروا مننا كل جديد في قناتكم قناة الصحة والمطبخ ترجمة نانسي قنقر